الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعليم المعرفة يقدم في حق اللحصاء هذا هو الدرس التاسع الموضوع المعاينة وأنواعها أنواع العينات Sampling and Types of Sampling أرجو أن يكون فيه الفائد القصوى والعظمى إن شاء الله لكافة أحبنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية وعلى بركة الله نبدأ المعاينة وأنواعها Sampling and Types of Sampling يقصد بالمعاينة Sampling الحصول على عينات من مجتمع إحصائي بطريقة علمية بهدف دراسة وتحليل خصائص العينة لتعميمها على المجتمع الإحصائي عادة ما يتم سحب العينات بعد تحديد ما يسمى إطار العينة Sampling Frame ويعرف إطار العينة بأنه القائمة التي تحتوي كل عناصر المجتمع الإحصائي الذي تسحب العينة منه وبدون هذا الإطار تغدو العينة صعبة المنال يستند مبدأ المعاينة على قانونين مهمين الأول قانون الانتظام الإحصائي Low of Statistical Regularity الذي ينص على أن الاختيار العشوائي لعدد كاف من مفردات مجتمع إحصائي ما كبير نسبيا يؤدي إلى ظهور المفردات التي تحمل صفات المجتمع الإحصائي نفسه بالعينة طبعا الثاني القانون التاني هو قانون العطار للإعداد الكبير أو قانون العداد الكبير Low of Energy of Large Numbers Low of Large Numbers الذي ينص على أنه كلما زاد حجم العينة زادت دقة النتائج التي يحصل عليها الباحث شريطة الالتزام بقواعد الباحث العلمي والعشوائي وبقاء العوامل المؤثرة الأخرى ثابتة تغدو المعاينة بدون هذين القانونين من غير جدوى تصنف طرق المعاينة وسحب العينة تحت شكلين رئيسين المعاينة الاحتمالية Probability Sampling والمعاينة غير الاحتمالية Non Probability Sampling يندرج تحت كل شكل أربعة أصناف من المعاينة الخاصة بكل شكل هذا الآن هذه الصورة تعطينا المعاينة الاحتمالية وأشكالها عشوائية بسيطة عشوائية طبقية عشوائية منتظمة عشوائية عنقودية والمعاينة غير احتمالية هي المتوافرة الحصاصية الهادفة نمط كرة الثلج سنشرح كل واحد منها إن شاء الله بالتفاصيل المناسبة أولا المعاينة الاحتمالية هي الحصول على عينات من المجتمع الاحصائي اعتمادا على الاختيار العشوائي Random Selection لعناصر العينة من مجتمع احصائي بحيث يحظى كل عنصر فيه من هذا المجتمع بنفس النصيب للظهور في العينة أي الاستناد إلى آلية احتمال معينة في الحصول على العينات تشمل المعاينة الاحتمالية أربع طرق هي العشوائية البسيطة العشوائية الطبقية المنتظمة والعنقودية ألف المعاينة العشوائية البسيطة Simple Random Sampling هي أكثر لأصناف استعمالا وفيها يحظى كل عنصر من عناصر المجتمع الاحصائي بالنصيب نفسه للظهور في العينة على سبيل المثال لو أردنا أو أراد الباحث اختيار عينة عشوائية من مجتمع أو عفوا من حجم العينة من حجم أن الصغيرة من مجتمع الصغيرة حجم أن الكبيرة هنا أن الزرقاء أن الكبير خضراء فإن احتمال اختيار كل عينة من حجم أن يساوي احتمال اختيار أي عينة أخرى من الحجم أن نفسه مثال لنفترض بأن باحثا ما يرغب بمعرفة متوسط الدخل السنوي لأعضاء مجالس الإدارة العاملين في مئة شركة صناعية في مدينة ما وقد علم الباحث أن لكل شركة من هذه الشركات مجلس إدارة مكون من عشرة أشخاص وبالتالي فإن حجم المجتمع الاحصائي هو أن الكبير الخضراء ساوي عشرة أشخاص أعضاء مجلس إدارة ضرب مئة شركة تساوي ألف شخص لنفترض بأن الباحث حدد حجم العينة بمئة شخص الآن يريد أن يستطلع أو يعاين الدخل السنوي لأمئة شخص من هؤلاء الألف شخص في هذه الحالة يكون إطار العينة مكونا من ألف شخص إطار العينة اللي هو أن الخضراء وهم أعضاء مجالس الإدارة لكافة الشركات نكمل بعد تعريف إطار العينة تحدد أسماء وأرقام هواتف وعناوين هؤلاء الأشخاص يقوم المعين بكتابة كل اسم على ورقة تحمل رقما عشوائيا معينا سلفا طبعا يضع الأوراق في صندوق يخلطها بشكل جيد حتى تكون عملية اختيار عشوائية ثم يبدأ عملية اختيار أنت ساو مئة مئة ورقة مكتوب عليها طبعا اسم ورقم تلقوها كذا وتسجل الأسماء حتى نهاية عملية السحب ثم يقوم بمقابلة كل واحد منهم للتعرف على دخله السنوي أو أنه يحصل على دخل الواحد منهم من مصادر موتوقة با المعين العشوائي احنا انتهينا من الشكل ألف من المعين العشوائي البسيطة الآن المعين العشوائي الطبقي stratified random sampling في هذه المعينة يقسم المجتمع العصائي تحت هذا الشكل من المعينة إلى جزئين أو أكثر بحيث تكون الأجزاء منفصلة كل ستراتا كل طبقة منفصلة بدون تداخل ومستقلة عن بعضها وتكون التجزئة مستندة إلى توصيفات معينة عن المنتغير تحت الدراسة تصميم هذه الطريقة أو تصمم عفوا بحيث يصنف المجتمع العصائي إلى مجموعات فرعية متجانسة هم جين الصب سب ست قبل المعينة يعني الآن لدينا مجموع مجتمع عصائي لنفترض الأطباء المهدسين أسادة الجامعات يصنفوا كل حسب طبقته مثلا الأساد المساعدين الأساد المشاركون الأساد اللي هم يعني بركبة أستاذ وهكذا فالآن عندي هذا الشكل هذا المجتمع العصائي على سبيل المثال هذه الصورة تبين من مقصود بالتصنيف التصنيفات الفرعية هذه فقسمت الآن إلى طبقة رقم أربع على سبيل المثال كبيرة الطبقة واحد متوسطة الطبقة دين كذا كذا بيكون يعني مواصفاتها والطبقة الثلاثة بيكون صغيرة على سبيل المثال طبعا هنا المفردات العينة تكون متجانسة إلى حد ما كذلك الأمر هنا في هذه الطبقة وهذه الطبقة وهذه الطبقة تبدأ عملية المعينة بسحب عينة عشوائية من كل مجموعة فرعية أي طبقة بطريقة المعينة العشوائية التي ذكرناها قبل قليل ويكون حجم العينة من كل طبقة متناسبا مع حجم الطبقة نكمل يؤدي تقسيم المجتمع الإحصائي على شكل طبقات ستراتا إلى تكوين ما يسمى مجتمعات إحصائية فرعية تساوي بمجموعها المجتمع الإحصائي الأصيل وفي سبيل توضيح الفكرة لنفترض بأن الباحث يرغب بمعرفة متوسط الدخل السنوي للأطباء العاملين في القطاع الخاص هذا المجتمع الإحصائي على سبيل المثال كبير نسبيا وغير متجانس من حيث التخصص وسنوات الخبرة ما يعني أن المعينة العشوائية البسيطة قد لا تؤدي إلى نتائج سليمة من أجل درء العيب الممكن نقوم بتصريف أو يقوم الباحث بتصريف الأطباء على شكل طبقات متجانسة من حيث التخصص وسنوات الخبرة بحيث تؤدل المعينة الطبقية إلى إعطاء عناصر كل طبقة فرصة الظهور نفسها في العينات الفرعية جيم النوع الثالث من Probability Sampling المعينة المنتظمة Systematic Sampling يعين الباحث بواسطة هذه الطريقة إطار العينة Sampling Frame وهو قائمة العناصر المكونة للمجتمع الإحصائي ثم يقوم بكتابة الأسماء الواردة في الإطار وإعطائها أرقاماً مثل ما قام في طريقة المعينة العشوائية البسيطة وعلى سبيل التضيح يقوم الباحث باختيار عناصر العينة على نحو منظم سلطة كأن نقول بأن العينة ستكون من العنصر الذي يحمل الرقم ثلاثة والعنصر الذي يليه يحمل الرقم ستة ثم العنصر الذي يحمل الرقم تسعة وهكذا هذه الآن الصورة لنفترض بأن لدينا المجتمع الحصائي هذا أن الكبيرة تساوي خمسة وأربعين مفردة بدأنا بالواحد اثنين ثلاثة وانتهينا بالخمسة وأربعين نحتاج إلى عينة حجمها الصغير أن هذه تساوي تسعة إذن نقسم أن الكبيرة خمسة وأربعين نقسم على تسعة تساوي خمسة إذن الآن الطبقات أو المعينة المنتظمة الآن جزيناها إلى خمسة نختار رقما عشوائيا بين الواحد والخمسة بين واحد وطريقة عشوائية بين أي رقم لكن عندما نختار هذا الرقم نقول أنه ثلاثة حتى الآن يعني نبين إيش المقصود بذلك نبدأ الآن بالرقم ثلاثة هذا ثلاثة والذي يليه رأسا هو أربعة خمسة ستة سبعة الثامن إذن ثلاثة زائد خمسة لأنه نحترنا الخمسة هو الفارق ثم الآن ثمانية نضيف إلها خمسة تصبح ثلاثة عشر الثلاثة عشر نضيف إلها خمسة فتصبح ثمنتعشر هذه نضيف إلها خمسة تصبح ثلاثة عشرين والآن ثمانية عشرين ثلاثة ثلاثين ثمانية ثلاثة 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 أربعين إذن الباحث يقوم باختيار الأسماء أو العناصر التي تحمل الرقم ثلاثة الرقم ثمانية الرقم ثلاثة الرقم ثمانية الرقم ثلاثة عشرين الرقم ثمانية عشرين الرقم ثلاثة ثلاثة الرقم ثلاثة ثمانية ثلاثة وأخير الرقم 43 هذه الآن هي المعاينة المنتظمة لأن الفرق بين كل طبقة بسيطة يعني فعلا هي simple strata طبقة بسيطة خمسة أفراد حسب حاصل قسمه هنا أن الكبير على أن الصغيرة 45 حجم المجتمع العصائي قسمناها على حجم العين الصغيرة التسعة فالآن يجب أن يكون فارق بين كل رقم وآخر خمسة قيم نكمل دال النوع الرابع أو الشكل الرابع من المعاينة هي المعاينة العنقودية cluster sampling يقوم الباحث بتحديد المجتمع العصائي في العادة في مستويعين تسمى cluster الآن مهم جدا أرجو الانتباع لها المستويعين هما زماني ومكاني time and space رغم أن الباحثين لا يذكرون ذلك بأبحاثهم تجرى المعاينة العنقودية على مرحلتين أو عدة مراحل في إحداها تعاين المناطق الجغرافية وفي الثانية يعاين الأشخاص أو السكان أو الظاهرة المراد معاينتها في تلك المناطق في هذا النوع من معاينة قد لا يضطر الباحثين التصوير من الطارب بمعنى آخر لو أردنا أن نعاين ظاهرة معينة في مدينة الدار البيضاء في المغرب لنفترض أو في مدينة الجزائر الآن نحدد المناطق الفرعية في هذه المدينة الكبيرة فالمنطقة ألف المنطقة باء المنطقة جيم وهكذا ونأخذ الآن نعاين المناطق ثم نأخذ بمعاينة الأفراد أو الأشخاص أو السكان أو الظاهرة المراد معاينتها أصلا الآن تهينا من النوع الأول وهو probability sampling أو المعاينة الاحتمالية النوع الثاني أو الشكل الثاني المعاينة المعاينة غير الاحتمالية هي عملية الحصول على عينات من مجتمع حصائي دون الاعتماد على آلية احتمال تختيار عناصر عينة تشمل المعاينة غير احتمالية أربع طرق هي المتوافرة المحاصصية الحصصية الهادفة وكرة التلج الآن كل واحدة سنشرح كل واحدة إن شاء الله بالتفصيل المناسب المعاينة المتوافرة اللي هي availability or hub hazard sampling تعني hub hazard في هذا السياق أي بدون نمط معين أو خطة وتسمى هذه المعاينة في بعض الأحيان عرضية accidental أو مريحة convenience هي الحصول على العينة حيثما توافر مجتمع حصائي مهما كانه على سبيل المثال قد يوزع الباحث يعني قد يقوم بتوزيع عفواً هنا خطأ طبائع قد يقوم بتوزيع استمارات بحتية على الطلبة في الجامعات حول مسألة معينة لكن المشكلة في هذه المعاينة هو عدم معرفة نوع المجتمع الحصائي على وجه التحديد ولذلك تسمى هذه المعاينة في بعض الأحيان بالمعاينة المريحة الشكل بها الثاني المعاينة المحاصصية الحصصية التي فيها محاصصة كوتا سامبلينج عندما يرغب الباحث بدراسة خصائص معينة لمجموعة محددة من الأشخاص أو الأشياء يحدد حصة حصة لمجموعة واضحة في ذهنه على سبيل المثال قد لا نتصور أن دراسة عن مساحيق التجميل تطبق على مجتمع الدكور ربما على جزء بسيط منها لكن ليس على المجتمع برمتها الأولى أن يكون معظم العينة من مجتمع الإناث لأن الإناث هن مستهلكات لما يسمى مساحيق التجميل على سبيل المثال نكبر المعاينة جيم اللي هي الشكل جيم المعاينة الهادفة Purpensive Sampling تنحصر عملية معينة في بعض الأحيان على مجموعة محددة من الأشخاص على سبيل المثال لو أراد الباحث أن يتعرف على مستوى دخل الأستاذ الجامعي السعودي العامل في الجامعات السعودية على وجه الخصوص مقابل دخل الأستاذ العامل في الجامعات العربية بشكل عام لكانت عينة الدراسة في هذه الحالة الحال الأولى طبعا الحال الأولى عندما نتحدث عن الأستاذ الجامع السعودي تكون مقتصدة على الأسادث السعوديين العاملين في الجامعات السعودية ومحددة في الحالة الثانية اللي هو قلنا مقابل أستاذ العالم في الجامعة العربية إذن تحدد الحالة الثانية على أسادثة الجامعات العربية برمتها أو كافتها النوع دال أو الشكل دال من معاينة هو المعاينة من طراز كرة الثلج سنوبول سامبينغ يطبق هذا النوع من معاينة عندما لا يتمكن الباحث من تحديد عناصر المجتمع الإحصائي بشكل موثوق فقد يقوم بتوجيه سؤال إلى شخص يعلم أنه من مجتمع الإحصائي المراد دراسته أو معاينته عفوا عن القطق الطبعي هنا ثم يطلب منه أن يرشده إلى من هو على شاكلته بمعنى آخر الباحث يطلب من الشخص الذي عينه أصلا ويظن بأنه هو من مجتمع الإحصائي المراد معاينته يطلب منه أن يرشده على شخص آخر من هذا المجتمع إن كان يعرف وهكذا حتى تكبر العينة ليصل الباحث إلى مراده ولهذا سبب سمية المعاينة من طراز كرة التلج الآن بدأ بشخص واحد هذا الشخص دل على هذا وهذا هذا دل على هذا وهذا أو هذا دل أرشد على هذا وهذا وهكذا تكبر تصبح الآن مثل كرة التلج كما يقولوا باللغة الغربية الأجنبية أو الإنجليزية سنوبول فنومنا تصميم العينة وهو آخر شيء نتحدث عنه تصميم العينة لابد لأي تصميم أن يتصف بما يأتي أولا لابد لتصميم العينة أن يكون قابلا للتنفيذ من حيث وجود عناصر العينة وأن تكون العينة ممثلة تمثيلا حقيقيا للمجتمع الإحصائي على أوسع الطاقة ممكن ثانيا لابد لتصميم العينة أن يؤدي إلى أقل خطأ ممكن في المعاينة ما يسمى minimum sampling error ويقصد بذلك أن عملية المعاينة لابد أن يتخلى إلى أخطاء لكن التصميم الجيد يعمل على تقليل هذه الأخطاء ثالثا لابد لتصميم العينة أن يكون قابلا للتفيذ بأقل كلفة ممكنة minimum cost of sampling ويقصد بذلك أن دراسة الظاهرة قد تكون غير قابل للتفيذ بسبب الكلفة الباهرة لجمع العينات ما يعني أن المعاينة نفسها تكون غير قابل للتنفيذ أيضا رابعا قبل الأخير لابد أن يؤدي تصميم العينة إلى أقل تحيز منتظم في المعاينة ما يسمى margin systematic bias يستطيع أن يكون أقل شيء يقصد بذلك أن عملية المعاينة لابد أن يتخلى لها تحيز منتظم بسبب إجراءات المعاينة نفسها لكن التصميم الجيد للمعاينة يعمل على تفادي أو تقليل مثل هذه التحيزات أخيرا لابد لنتائج الدراسة التي انبثقت من عملية المعاينة والدراسة يجب أن تكون لها قيمة علمية قابلة للتطبيق على أوصل عن طاق ممكن وإلا تكون عبثية مقطع القادم شكرا لكم على حسن متابعتكم المقطع القادم بإذن الله تعالى سيكون أول درس بالأحرى هو درس واحد عن قانون العطارة للأعداد الكبيرة أو قانون الأعداد الكبيرة Low of inertia of large number or low of large number لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق المحتوى من أجل تحسين الأداء وتعميم المعرفة باللغة العربية لغة القرآن الجميلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى